إذن بهذا الفيديو رح نشوف كيفية إضافة مستخدم العملية طبعا جدا بسيطة خلينا نبدأ نسجل الدخول إلى البرنامج وأذهب على أدادات المستخدم طبعا لازم تعرف أنه المدير هو فقط اللي لحق أن يضيف مستخدم على مستوى الإرسال والاستقبال أما بالنسبة للمستخدم الحالي اللي هو اليوزر يستطيع إضافة مستخدم محلي هذا المستخدم لا يظهر في الإرسالات ولا يستطيع إرسال واستقبال البيانات لكن يستطيع يعني إن يقرأ الملفات اللي رح تأتي إلى المستخدم ذا الصلة خلينا نشوف نضيف المستخدمين ونشوف كيف نتعامل معهم مبدئيا مثلا أقوم بإضافة مستخدم مبدئيا مدير النظام مالا إجزئية مثلا يقول هنا عندنا الإدارة العامة على سبيل المثال الإدارة العامة أحب دي ألتزم في ترقيم المستخدمين طبعا هذا الحقل لو تشوف هنا يطلب من عندك أقل شيء ثري كارريكتر حتى تبدي إنه أنت تتذكره طبعا الإدارة العامة حسب الإسم المستخدم هو ثلاث وحدة بالنسبة لكلمات السر أحب دي أحتفظ بذات كلمات السر يعني 1 2 3 4 5 6 البريد الإلكتروني طبعا يمكن تقوم بإضافة بريد الإلكتروني لكن طبعا تحرص إنه أضيفه بشكل صحيح أوكي تضيفه بشكل صحيح أوكي طبعا أنا ما أريد إنه أضيفه لأنه هو مستقبلا يمكن إنه يرسل بريد الإلكتروني أوكي رقم الهاتف أيضا جدا مهم مستقبليا يمكن إنه تأخذ هذه الجزئية أوكي الصلاحية هنا هل تريد يوزر أو آدمين طبعا هل تريد يوزر وهنا تستطيع تعيين الصلاحيات تعيين الصلاحيات يعني دي يقلك هنا حد الصلاحياتك بحذر أوكي طبعا يمكن تضيفه كمستخدم محلي والمستخدم المحلي مثل ما ذكرت لك مستخدم يستطيع القراءة على مستوى الرسائل الليئية آتية لهذا المستخدم اللي هو مدير النظام طبعا أنا أضيف مستخدمين وليس مستخدم محلي أحدد لك كل التوبيبات ما عندي أي مشكلة لكن مثل ما تعرف كل التوبيبات عدد توبيب إدارة إن التوبيب إدارة والتوبيبات ذات الصلاحيات والعليا لا تظهر إلى المستخدم فإنت لمن تعطي التوبيبات هذه تعطيه على مستوى إنه هو مستخدم وليس على مستوى إنه هو مدير في سطح ينصل الوارد مرسل محفوظ تقارير مستخدم لكن على مستوى بياناته فقط وليس على مستوى بياناته نظام بشكل عام مثل المدير طيب أنا طبعا عندي الإدارة العامة الإدارة العامة هي تحتبر مثلا عندي يوزر احتياتي فأقل له نحفظ تم إضافة مستخدم أضيف مثلا مستخدم آخر يكون مثلا عندي شعبة الحسابات رح أبدي أعطيها الرقم الثنين بنفس كلمة السر بريد إلكتروني طبعا أي شيء ورقم الهاتف أي شيء هو رح يبدي يعتبر عندك يوزر أعطيك كل الصلاحيات ذات اليوزر وأعطيه حفظ الآن أصبع عندي شعبة الحسابات الإدارة العامة مدير النظام أضيف مثلا آخر اللي هو مثلا الإدارية اسم المستخدم رح يكون عندك ثلاثة كلمة السر نفسها وهذا أي شيء يعني لكن ضروري أنه تكتب إيميل صحيح لعمليات إرسال أو شعار إيميل صحيح رقم الهاتف أي شيء ثم مع ذلك تحديد الكل ثم مع ذلك حفظ تمام الآن تم إضافة المستخدم نفترض أنه الآن شعبة الحسابات أو الإدارة سجل بالإدارة وقوم بإضافة مستخدم محلي داخل الإدارة فخلينا نبدأ نفتح البرنامج من جديد إلا طبعا لعمليات أمنية ما في تسجيل خروج فأسجل خروج أسجل دخولي بمثلا بأي يوزر إحنا نشفنا مثلا ثلاثة 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 ثم مع ذلك تسجيل الدخول إذن مثلا تلاحظ الآن أمامك هذه هي الشعبة الإدارية ولو تذهب على المستخدمين فلو شوفه فارغ معنى ذلك أنه ما عنده أي مستخدمين محلي ولو يضيف هذا الإدارية اللي هو مستخدم لو يضيف مستخدم إيش رح يعطيه رح يقوله أنه هذا فقط مستخدم ما إلى صلاحية أنه يغير اليوزر يصبح آدمين ولا إلى صلاحية أنه يصل إلى تفاصيل أخرى يعني هو فقط مستخدم محلي ما إلى صلاحية يصل إلى الرسائل ولا إلى المستخدمين إلى صلاحية أنه يقوم بالقراءة فقط ما لصلاحية إضافة وحدث أو تعديل إلى صلاحية تعطي طباعة أو تنزيل يمكن تعطي صلاحية الطباعة والتنزيل كفعالية طبعا لأن البرنامج بيطباعة الملفات وتنزيل الملفات فيمكن أن المدير يستطيع فقط الطباعة أو التنزيل فعلى هذا الأساس يمكن تضيف هنا صفاء في الإدارية كموظف أعطي صلاحية كيسم مستخدم نعطي مثلا صفاء و أي شيء هنا ثم ذلك حفظ إذن هؤلاء المستخدمين المحلين هم تابعين للمستخدم الذي هو الشعبة مثلا و طبعا هذا المستخدم لا يظهر في عمليات الإرسال ولا إلى حق أنه يرسل أو يستقبل تمام طبعا أنت تقدر أنه تعدل بيانات المستخدمين الذي أنت ذا درجة أعلى من عدو يعني الادمن يستطيع أن يقوم بتغيير إعدادات الإدارية يعني الإدارية ليستطيع أن يقوم بتغيير كلمة السر أو اسمه أو أي شيء إنها عملية حساسة فالتصير العملية من الادمن الادمن هو راح يبدأ يغير البيانات مبدئيا إذن بهذه الطريقة نستطيع أن يقوم بإضافة المستخدمين تمام و طبعا إحنا راح نشوف إن شاء الله في فيديو القادم كيفية فتح الاتصال حتى نشوف كيف إنه إحنا نفتح البرنامج من أكثر من كمبيوتر يمكن تقوم بتطبيق هذا الكلام تقوم بإرسال واستقبال البريد من أكثر من كمبيوتر أكثر من كمبيوتر يمكن ت�데 شكرا